السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم هو كيف نصمم بطريقة احترافية سنأخذ الصورة أي صورة ثم نرسقها باختيار كترل وحرف ب ثم نقلل من حجم الصورة إلى 80 نختار أيقونة الرسم هذه ثم ندخل إلى التعديلات نختار في البداية ثم نعدل نذهب إلى التعديل نلغي تفعيل التباعد التلقائي ثم ندخل على قيم الغرز نكتبها كتابة 0.90 نضبط قيم الغرز إلى 0.90 نريد الخطوط تكون خفيفة ثم نضغط حفظ إذا ضغطنا حفظ فسيتم تصميم جميع الأشكال على نفس الضبط الأخير لا تقلقوا عندما تغلقون البرنامج برنامج والكم ثم تفتحونه من جديد سيعود إلى ضبطه الأول نرسم من الأسفل إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأسفل لا نرسم بشكل أفقي نلغي ميزة تقسيمة القائم وإذا كانت الفرشة مفعالة نلغيها أيضاً نظهر شريط التكرار إذا لم يكن ظاهر أمامكم فأظهروه بالضغط على مكان فارغ ثم اختيار هذا الشريط الإظهاري نختار عدد التكرار في المربع نكتبه كتابة الرقم التكرار أنا اخترت أربعة تكررت لي أربع بثلات للوردة الآن الوردة جاهزة سأحذف الأصل حتى لا يعيقنا أثناء الرسم الآن نرسم الدائرة التي بالوسط هنا بالشكال الهندسية الآن الشكل الأول جاهز نحدد الشكل ثم نسحب بزر الماوس الأيمن نسحب فقط ثم يظهر لنا النسخ نضغط على أحد البتلات بزر الماوس الأيمن أيضاً ثم يظهر لنا هذه القائمة نختار مضاعفة ثم نختار هذه الإقونة فوق السهم الأصفر الآن يظهر لنا الشكل غيرته إلى اللون الأصفر حتى يظهر بشكل أوضح الآن نفس عملية التكرار على نفس البتلات ثم نكرر أيضاً نعمل مضاعفة على هذه الدائرة ثم نصغر من حجم هذه الدائرة نجعل الحواف الخاشنة من الجهتين من الأعلى والأسفل بعكس البتلات البتلات جعلنا الحواف الخاشنة من الأعلى فقط ثم نضغط على نفس البتلات وهذا الشكل الثاني جاهز سنبدأ الآن بالشكل الثالث ندخل على الحدود طبعاً الأعلى اللون الأخضر الذي بالأعلى سيكون الحد الأساسي أما الأخريات في الأسفل الأزرق مع الأحمر مع الأصفر هذه حدود إضافية غيرنا نوع التطريص اخترت ناراً وقللنا من التباعد حتى يكون متلاسقاً للوردة كثيراً ماتا يدني أسئلة عن لماذا برنامج ولكم يحظى بهذا الاهتمام الكبير لا أخفكم أن برنامج ولكم صراحة يتميز بأشياء كثيرة عن البرامج الأخرى من حيث السلاسة والسهولة والتنوع في التصميم أيث بدأت رحلة ولكم في عام 1979 نشأت في سيثني أستراليا لقد شهدت هذه الشركة العديد من الترقيات والتحسينات منذ ظهورها لأول مرة حتى يومنا هذا وهذا ملاحظ عند كثير من المصممين القدامى هذا البرنامج يحظى باحترام كبير من قبل المصممين والعلامات التجارية الكبيرة على مستوى هذا العالم كثيراً ما يشتكي كثير من المستخدمين من ارتفاع سعر هذا البرنامج أنا لا أقول بأنه سعره في متناول ليد لأنه سعره مرتفع فعلاً وهو يستحق هذا السعر وإنما السعر هو للشركات الكبيرة والمصممين وأصحاب الشركات العالمية هذا السعر يخصهمهم أما الأفراد من أراد أن يستخدم هذا البرنامج فليس له من حل إلا أنه يأخذه من أحد المبرمجين الذين يبيعون هذا البرنامج وبأرخص الأثمان طبعاً أنا وضعت خطة لهذا البرنامج خطة التثبيت وأيضاً عمل شروحات ودروس يتم تثبيتي مع برنامج والكم سيستمر معكم مدى الحياة لأنه يتوقف معكم وأيضاً النسخة العربية وبثمن رخيص جداً تستطيعون دفعه لمن أراد ذلك الآن نكمل الشرح سنبدأ بالشكل الرابع أيضاً نفس الطريقة نفس الطريقة الأولى عمل حدود ولكن غيرنا الحد إلى الموتيف إذا لاحظتم اخترت الموتيف وهنا ندخل للتعديل إما أن نغير من شكل الموتيف بما يتناسب مع الصورة أو نعمل تباعد أو تقارب أو حسب ما يتناسب التصميم مع الحدود الوردة لا أطل عليكم ساكتفي بهذا القدر أهم شيء إن الفكرة وضحت الآن نكتفي نبدأ بالطريقة الخامسة نضغط بالماوس على هذه العقونة تغيرت ولكن اللون لم يظهر سأغير اللون حتى يظهر لكم هذا هو الشكل الآن نقلل من الحجم حتى تظهروا كأنها حدود للوردة وهذا شكلها النهائي الآن الشكل السادس أيضا نذهب إلى الحدود ما هذه المرة فستكون حدود مكررة ومختلفة الحد الأخير عريض أعرض مما كان عليه في نسخة أو الشكل الذي سبقه الشكل السادس نختار هذه الأيقونة على أسهم الأصفر هذه تشكيلة الطباعة طباعة داخل الشكل وهنا على اليمين التعديل إذا أردتم تعديل شكل الطباعة في العمود الأيمن كله تعديلات لهذه الطباعة ممكن تشكيلات تشكيلة أخرى الآن ننتقل إلى الشكل الثامن نختار هذا الرمز فوق السهم الأصفر وهنا الشكل جاهز نضغط عليه فقط ضغطه بالماوس فيظل لنا هذا الشكل أيضا يوجد لديه تعديلات على العمود الأيمن في قامة التعديلات الآن نريده يظهر علامة الزوم نضغط في مكان فارغ فيظهر لنا هذا الشريط نظهر الزوم يظهر لنا شريط التكبير هكذا نضغط على التكبير فيظهر لنا التصميم كامل أمام الشاشة وهذه هي التصميمات الأربعة الثمانية الثمانية أريها لكم عن قرب الآن لدي تصميمين لم يعجباني أريد أن أريكم تعديلهما هذه الموتيفات انظروا كيف أعدل الشكل إما تقارب أو تباعد وأيضا تقليل من حجم الغرز اخترت هذا التصميم وبإمكانكم اختيار ما تشاء الخيار لكم نظر أن أريد تعديل هذا الشكل إذا سحبتم إلى الأعلى فسيقل عدد الغرز أما إذا سحبتم إلى الأسفل تزيد عدد الغرز هذا إذا كنتم مستعجرين أو لا تعلمون كم الكمية التي تريدون كتابتها إما ترفعونها إلى الأعلى لتقليل أو للأسفل لزيادة عدد الغرز الآن أريكم كيفية الحفظ لأن الكثير يسألون كيف يحفظون الشكل في صيغة المكينة هنا جميع الصيغ التي تريدونها هذه الصيغة التي كنت دائما استخدمها لمكائن المصانع المكائن الكبيرة نجد هنا أسماء المكائن مكائن التطريز ربما أغلبها هنا موجودة سينجر وبرادر وهذا ما يميز برنامج ولكم أنه شامل لجميع المتطلبات التطريز ثم ندخل على جهاز الكمبيوتر يأتينا الأقراص الموجودة ثم أحب